السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه لمهتم بجديد والمفيد في عالم التطبيقات الشارك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل مواجه ده مفيد في عالم التطبيقات في القناة عندي عدرافق التطبيقات الحديثة اللي بتسهلها لك حتاك اليومية والتطبيقات الفيك وكون التطبيقات الهاكارنرده ان شاء الله مع شعر تطبيق جديد واسمه OVO التطبيق ده مساحة 21 ميجا محمله اكتر من 50 مليون شخص التطبيق ده تطبيق اندونيسي خاص بالدفع الالكتروني بتقدر من خال التطبيق ده ان انت تدفع الكتروني لكل حاجة في دولة اندونيسيا من خلال اه التطبيق ده تقدر تدفع الفواتير بتاعتك فواتير الكهرباء المية الغاز اه تشحن موبايل تشحن الانترنت تدفع اه في المتاجر اه او المحلات في المطاعم اه الديليفري اه تقدر كمان تدفع في البنزينة اه تقدر ان انت اه لو معك فلوس وعايز تحول لشخص معك داخل البلد او خارج البلد تقدر ان انت هتحول له من خلال التطبيق ده برضو بكل سهولة. كمان خلال التطبيق ده تقدر ان انت اه بتستمتع بكاشباك كل ما بتعمل معاملات كتيرة بيجي لك اه فلوس فلوس على المحفظة بتاعتك كل ما بتعمل معاملات بيجي لك اه خصومات على حاجات بتكون موجودة في محلات او اه اماكن تابعة للتطبيق خصومات او فلوس بتجي لك على التطبيق. كمان بتقدر ان انت تحول فلوس لاي شخص اه في البنوك. يعني لو حد ليه حساب في البنك او انت عايز تحط فلوس في الحساب بتاعك في البنك فانت بتقدر من خلال التطبيق ده ودعا بقى ان انت تروح للبنك وتفضل وقف في طوابير ومنتظر لا بمجرد ما تحط فلوس في التطبيق تتحولها على الحساب الشخص بتاعك في البنك او حساب اي شخص تاني في البنك. الفلوس بتخش على طول في الحساب بتاعه. مشكلة التطبيق ده ان هو موجود في دولة اندونسيا. بس مش موجود في دولة تاني اه بالاضافة ان التطبيق مفيوش لغة انجليزية. لغة اندونسية اللي موجودة. وبس جاي دايات او رفصة اشارة للتطبيق بالنسبة لممائزات والعيب. لو اجابك شرح التطبيق على تفيد وصليك شكرا